سلام وأمان ورحمة وبركات عليك أي أن كان مكانك في هذه الدنيا أي أن كان فكرك، أي أن كان جنسك، أي أن كان جنسيتك دي الحلقة رقم أربعة من ملفات، تأخرت عليك وشوية معلش يمكن كمان طالع من رمضان دلوقتي وخسيس لي جاء عشر كيلو كمان وصلت الوزن ما وصلت لهش من إتناشر سنة تقريبا فسعيد المهم، الحلقة دي برضو استكمال إجابات الأسئلة هي رقم أربعة من ملفات ويمكن أنا متعمد أرد على أسئلة مهمة قوي هنحتاجها خلال حلقات الجاية عشان كل فترة إن شاء الله لما نفتح الملفات اللي جاية بإذن الله يكون ملفات هنفتحها بعمق بقى بالتفصيل فأي حد هيبقى عنده بعض الحاجات اللي ممكن تلخبطه هقول دايماً ارجع لأول أربع حلقات من ملفات علشان تبقى الرؤية عندك واضحة وما تسألش أسئلة بتتسئل كتير بقى وناس كتير بيقولوها وعندهم دايماً لخبطة أو حاجات مش واضحة فيها هجاوب إن شاء الله في الحلقة دي على عشر أسئلة ويا رب إن شاء الرحمن تكون شافية أنا طبعاً مش عارف أجاوب على كله اخترت بس عشر أسئلة مهمة أنا شايف إنها بتتسئل كتير والناس كتير بتحتاجهم ويمكن في أسئلة من الناس اللي تحطت على الفيسبوك أو على اليوتيوب هي كده كده جاية في الحلقات اللي جاية فمش هجاوب عليها دلوقتي لأنها هتكون ضمن ملفات فالملف هيكون كامل وواضح إن شاء الله ويا رب قادر أوصله بصورة تكون سالسة وتكون بسيطة لأني بحب منهجية اليسر والسهولة دائماً يلا بينا أول سؤال أول ما بدأت التطبيق وفاهم المعلومات الجديدة حصلت لي مشاكل كتير مع أهلي ومع المقربين الموروث فعلاً متغلغل في عقول معظم الناس ماذا أفعل؟ بص في السؤال ده سؤال مهم قوي ويمكن بيتوارد لأذهان الناس كتير جداً وحصل لي شخصياً زمان عود نفسك إحنا عندنا يمكن حب جداً ودوافع قوية حلوة عود جداً دي حب ودوافع قوية إن إحنا نفيد غيرنا قبل ما نفيد نفسنا فمعظمنا أول ما يسمع معلومات جديدة يبقى بسرعة عاوز يقول لغيره وبمنتهى الحب بيدخل عليهم يقوم مصدوم بهجوم شديد وهذا الدين الجديد وإنت جاي بتحرف في الكلام ده وهتلاقي كلام كبير فدائماً بنصح الناس نصحتين أول نصيحة طبق على نفسك الأول لأنك عليكم أنفسكم ربنا قال لنا عليكم أنفسكم وليس عليك هداهم أنت عليك نفسك الأول فابدأ التطبيق ولما تبدأ النتائج تظهر عليك وهم يسألوك ابدأ ساعتها قل لهم يعني النصيحة الأولى ابدأ التطبيق على نفسك وشوف النتائج الأول النصيحة الثانية لما هم يسألوا رد يعني دايماً اللي بيسأل بيكون مستحق للإجابة بيكون عاوز يعرف مستعد يعرف مهيئ ذهنياً وعقلياً إنه يعرف لكن لو روحت لحد من باب للطاق كده وقلت له يعني يمكن في حكمة لا أذكر مين اللي قيلها جميلة قوي بتقول الناس بتعشق المجاني معها دا حاجة واحدة بس النصايح أول ما تجيله نصيحة مجانية بيهاجمها وتلاقي رفض جديد فدايماً استنى لما يدفع ويسأل ويبقى عنده رغبة ينفق أي حتى سؤال حتى ساعتها ابدأ ادخل بالجواب النقطة الأولى ليه بقولك طبق الأول لأنك أول ما تطبق ويمكن تتغلغل في المعلومة وتعيشها وتقع في أخطاء وتفكر وتجرب وتعمل تاني هتبقى شربتها فلما تبقى شربتها هتعرف وانت بتنصح أو لما حد يسألك تعرف ترده صح لما تكون المعلومة لسه طازة وحد تقوله ويهاجمك هتتزلزل وهتشك وهتطلخبط لأنه بيهاجمك بموروث قوي وبيهاجمك بحجة شكلها قوي ما كله بيعمل كده ما الناس كلها كده فبتقى فعلاً مطلخبط لكن لما تكون مطبق بجد وعيشها هتجني ثمرها رهيبة عشان كده يمكن أنا خدتها قاعدة يعني عملية من بعض الموقف اللي كان شاف الفيديو بتاع قصتي مع النعيم لما صاحبي زنقني أو هو كان ابن عمي على فكرة زنقني وقال لي آه علم النفس بيفيد الناس في حياتهم وفي مستقبلهم طب ما مش باين عليك فاكتشفت ساعتها فعلاً أني بأنصح الناس ولما حد يسألني برد كويس بس ما كنتش بطبق فخدتها قاعدة أن أنا لازم أطبق الأول أي معلومة هتخرج للناس لازم يكون طبقتها وجنيد ثمرها وطبقتها على ناس في الكورسات أو في المحاضرات وشفت نتائجها قبل ما طلعها للناس وده فدني إفادات رهيبة جداً يمكن هقول لكم حتة كده سريعة كذا حد بيقول لي عاوزين محاضرة أو حلقة عن تنظيم الوقت وعن الكذا قلت لهم أنا لن أصدر حلقة عن تنظيم الوقت إلا لما نظم وقتي بيني وبينكم أنا فاشل في الوقت رغم كل أنا شايفه حاجات حققتها كبيرة في حياتي ولكن ده يعني مش يعني أنا بعتبر نفسي لسه 30% أو 40% في تنظيم الوقت أول ما أحكمه وأزبطه وحسنت شربت تنظيم الوقت قوي ساعتها ممكن أعمل فيه حلقات وكورسات إن شاء الله فاخدها دايما قاعدة كده حاجتين هفكر بيهم تاني طبق الأول ثم اتنين لما حد يسألك إيه بقوله ساعتها هتحمي نفسك من حاجة زي كده وساعتها هتعرف تفيد الناس أكتر بكتير الحلقة أو الحلقة السؤال اللي بعد كده تحدثت كثيرا عن النعيم ماذا تقصد بكلمة النعيم تحديدا حلو السؤال ده وكنت مستني حد من زمان يسأله لي لأن الناس ويمكن خلوها كده في ذهنكو كل مرحلة وعي والناس عندهم مراحل وعي مختلفة ويمكن أعمل فيها حلقة أو ملف كبير من ملفات إن شاء الله كل مرحلة وعي بيفهم النعيم من مرحلته من وعيه وبيفهم المتعة من مرحلته ومن وعيه يعني من ضمن النقطة اللي حصلت لي مرة زمان 2009 تقريبا كان في محاضرة في الجامعة كان لسه في البداية بقى الناس مش سمع كلمة نعيم ولا متعة وكان الموروث هو اللي سائد بقى الجحيم والدنيا هي مشقة والتعب وفي الآخر هي الجنة بس والأخباط اللي حصلت دي اللي حاربت بقوة وكنت متعمد أنسفها عند الناس وعرفوا منك لازم تعيش الجنة هنا الأول قبل ما تعيشها هناك وإن يمكن يعني بلاش نا ما خوفش الناس يوم المهم فكنت في المحاضرة فبقول نحن خلقنا لكي نستمتع أموعدة يا استغفر الله إيه اللي أنت بتقوله ده وانت أقول له والله شوف أنت الاستمتاع عندك معنى إيه شكلك نيتك سودة فأنت فهمت الاستمتاع بنية سودة ولكن الاستمتاع عندي معنى تذوق المتعة يعني مثلا حتى هتلاقي ربنا في القرآن بيقول لنا متاعا لكم ولأنعمكم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فالمتعة مش حاجة وحشة الموروظ بيشوف المتعة وحشة على فكرة لأن الآيات اللي اتكلمت عن الكافرين أو الناس اللي ماشيين غلط ربنا قال متاع قليل لا هو ربنا قال لناها قليلة المتعة تكون قليلة مش دائمة المتعة الحقيقية ودي يمكن اللي يمكن بتكلم فيها دايما وبحث ناس عليها عشان كده هتلاقيوني بركز دايما دوق المتعة هنا الأول بتبدأ من تذوقك لها في الدنيا وتفضل مستمرة إلى الآخرة اللي بيحس إن المتعة ليلة وبتروح وليلة وبتروح تعرف إنك ماشي غلط يمكن لما نتكلم إن شاء الله في الملف بتاع الجنة هقول لكم إن الموروث لخبطنا لخبطة كبيرة لأن الجنة بيبدأ الخلود فيها من أول تذوقك لها ويستمر إلى الأبد فلازم تعرف تاخدها هنا الأول ومعيار إنك ماشي صح إنك تدقها هنا الأول عشان كده بركز كده كويس أوي الموروث للأسف خد الشق الأخير أو الشق اللي في الآخرة وقال اتكلم على الآخرة بس وناس كتير عاشت في الجحيم وعلى أمل إن هم ياخدوها في الآخرة الحاجة التانية كلمة نعيم هنا كلمت عن المتعة كلمة نعيم معناها إيه في مصطلح نعيم وفي مصطلح جحيم وفي مصطلح رزق الناس كتير بتفكر برضه بحسب وعيهم إن النعيم هو كثرة الرزق لا النعيم هو الاستمتاع وتذوق المتعة في الرزق عشان كده أنا خليت بعد ما قلتلكم الوعي عندي زاد شوية غيرت الرسالة بتاعتي وخليتها إرشاد الناس لتذوق بهجة النعيم لأن بهجة النعيم هي أعلى درجة من درجات النعيم ومعناها إنك ماشي صح بكل ما يتوافق مع القرآن ممكن هأوضحها أنا شريحها بتفصيل في كورس أسرار النعيم ولكن بهجة النعيم لن يحصل عليها إلا اللي ماشي صح زي ما ربنا بيقول في الكتاب مفيش حاجة غلط بيعملها فبيدوق نعيم الدنيا ونعيم الآخرة الإنسان بقى اللي عنده كثرة رزق مش لازم يكون عايش نعيم في ناس عندهم كثرة رزق وعايشين جحيم بل ساعات رزقهم يبقى هو الجحيم بتاعهم يعني ناس مثلا عندهم أولاد والأولاد رزق ناس عندهم فلوس والفلوس رزق ناس عندهم جمال والجمال رزق يعني ساعات بيجيلي جلسات بنات والله العظيم آية في الجمال وعايشين جحيم بسبب جمالهم والأخوات بيغيروا منهم فعايشين مشاكل وجحيم ودايما تقابل رجالة مستغلين وعايش جساد عايز جسادها بس أو عايزها عشان الجنس بس أو الشكل بس فحياتها جحيم وتتطلق وتدخل في جواد السنة وتتطلق لأنها مش فاهمة الدنيا معرفتش تمشي صح كانت فاكرة أن الجمال أو الفلوس أو حتى كثرة السفر مثلا أو الأسرة أو المكادة الاجتماعية أو ابن حد في منزلة عالية هو ده النعيم لا بالعكس ده ممكن يكون هو الجحيم فالنعيم هو استمتاعك وتذوق المتعة والسعادة بالرزق والجحيم هو تذوق الألم النفسي والتعاسى بالرزق أو من غير الرزق على حسب خلي بالكو كمان النعيم تذوق المتعة حتى لو ما فيش رزق انتبهوا كده كويس قوي أنا ليه بركز على إن الإنسان يعيش النعيم عشان اللي بيتفرج علي ممكن يكون معاه فلوس أو معهوش فلوس ممكن يكون عنده أولاد أو معندهوش أولاد ممكن يكون غني أو فقير ممكن يكون أين كان بقى من الحاجات اللي في الدنيا فلما تتعلم تعيش النعيم بالحالة اللي انت عليها فاكرين في سلفيديو لما تكلمت عن الطمطمية الحلقة رقم اثنين أو ثلاثة من سلفيديو وقلت لك ازاي تستمتع حتى بطمطمية الإنسان الإنسان اللي عاوز يعيش النعيم صح هو اللي بيتفنن يستمتع بأبسط حاجة حلو كده بأبسط حاجة عشان كده هتلاحظه دايما يعني ويمكن بخصص كده قوي إما في سناب شات أو في برنامج سلفيديو هتلاقيني عاوان زي العيل الصغير لهبل كده أبسط حاجة بستمتع وعايش فيها النعيم عشان أدرب اللي بيتفرج علي إنك ينفع تعيش النعيم بأبسط حاجة الإنسان بقى الوعية عنده قليل هتلاقيه بيتفرج إيه ده هو ده نعيم ده ولا حاجة ده كذا ملكش دعو بيه ركز في إنك تستمتع فتشكر الله فتكون يعني عارف كل ما كنت عايش النعيم بأبسط النعم اللي عندك هتلاقي دايما نفسك لا إراديا بتذكر الله من غير ما حد يفكرك وهتلاقي كل شوية يا ربي لك الحمد ولك الشكر كل شوية حاس أنت عارف مثلا والله العظيم ساعات يعني الكيبورد بتاعت الكمبيوتر بقى مسكها وحاسس إنها اللي عملها عملها بفن فبتسهل الكتابة بسهولة فها بقاعد مستمتع أني عمال أكتب طبعا ممكن أي حد من الوعيون ما يقولك إيه عم الرجل اللي عبيد ده ده مستمتع بالكيبورد بتاعته فتلاقي نفس يعني أنا ساعات أبقاعد كده أقول يا ربي أشكرك يا أرحم ورحمين على هذه النعمة الرائعة فتلاقي نفسك مستمتع وعايش النعيم حتى والله شوف أنت شوف أنت عملت إزاي هتلاقي نفسك عاملت كده مستمتع لأن طاقة متعة رهيبة فبحاول أن أقلها ببساطة لكل الناس اللي بتتفرج فتلاقي دايما ساعات ببين حاجات ممكن تكون نحتاجة مبالغ شوية وحاجات بسيطة جدا عشان أعمل بالانس اللي بيشوفني ممكن يبقى حد معاه فلوس أو حد معهوش وبخلي في نفس الوقت اللي معهوش فلوس تعرف تستمتع لأن وفق قوانين الجذب واللي يمكن نزلت الكورس خلاص على الأكاديمية دوقتي كورس تطبيقات الجذب من أعلى من أهم قوانين الجذب اللي أنا بعتبره من أقوى القوانين اللي ربنا وضعها في الكون أنك كل ما عشت المتعة وعشت النعيم كل ما جذبت الحياتك أشياء من نفس الدرجة يعني لو كان رزقك قليل وعشت النعيم وشكرت الله سبحانه وتعالى عليه الرزق هيبدأ يزيد ويزيد ويزيد فهيبدأ يزداد يبقى المحصلة اللي قلناه ده بقى النعيم هو الاستمتاع بالرزق النعيم بيعيشوا الناس حتى لو معهوش رزق يعني ممكن إنسان يبقى عايش نعيم بس ما عندهوش رزق يعني قوانين النعيم هو عارفها فعارف يعيش نعيم ولكن لسه الرزق عنده بسيط لسه ما عارفش بعض القوانين فاكرين لو ما قلت لكم أن أي مشكلة في الحياة سبابها حاجتين إما نقص معلومات أو معلومات مغلوطة ده اللي بيحصل بذلط ممكن إنسان عارف قوانين النعيم يعني ساعات مثلا ألاقي حد فقير وعايش في بير سلم مثلا وشفتها بعيني في يوم الأيام وعايش النعيم مع أولاده مستمتعين جدا وبيشكر ربنا من قلبه بس هو عنده فكرة إنه ربنا خلقه كده ما يعرفش إنه ممكن يكون كمان عنده فلوس كتير فهو عايش النعيم بس معلومة إنه إنه ممكن يجي له فلوس ما تعملش عنده لو زبطها بقى وحسنها هيبقى عنده وفرة وعنده كده عشان كده هتلاقيه دايما بتكلم في النعيم الأول عشان يعلي مشاعرك وبالتالي هتلاقيه بعد فترة أنا بخدها كده فترات عشان يعني أنا عارف إنه مختلف الناس مختلف الناس عندهم مختلفات في الوعي فبركز على حاجات ستاب باي ستاب عشان بعد فترة طول ما أنت بتتابع حتى نفسك بتزبط نفسك في كل المجالات هذا هو النعيم جعل الله كلكم يا رب جعلكم والله تعيشوا في النعيم وتتذوقوا متعة النعيم وبهجة النعيم ونتجمع في الآخر يا رب في الجنة ولما ندخل الجنة نقول عارف الآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل لما يدخلوا الجنة وفتحت أبوابها الملكة هتقابل الناس بتاع أبوابها ويدخلوا هيقولوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها اللي بيعيش النعيم اللي باهجة النعيم بيعيش أعلى درجات الجنة في الدنيا هنا وفي الآخر بيحس إنه كان شبه اللي كان عيشه بس أعلى وأعلى وأعلى بقى وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سامعت ولا خطر على قلب بشر يا رب كل اللي بيشوف الحلقة دي وشايفني الآن يتذوق بهجة النعيم هنا وهناك وأنا بركز بقوة ويمكن ملفات هيكون أنا عامله خصيصاً للناس اللي ممكن يكون مش قادر يشتري الكورسات فإن شاء الرحمن لو تبعت ونفذت خطوة بخطوة بالتوازي بقى مع حلقات الفيديو ومع سنابشات إن شاء الله يا رب قاطر وصلك إنك تعيش درجات النعيم وتبدأ تتدرك فيها بإذن الله السؤال اللي بعد كده سمعتك تقول أن كل الشرور التي تحدث للإنسان هو السبب فيها فما ذنب الأطفال الذين يحدث لهم شر وهم صغار ولماذا الأنبياء كذلك حدث لهم شرور أنت ربما مخطئ فأرجو أن تعتذر عن هذا الخطأ لو تبين لك ذلك خالص تحياتي سؤالك من ثلاث محاور أول محور يا دكتور أنت قلت أن كل الشرور من أنفسنا تاني محور إذ ذنب الأطفال اللي بيحصل لهم مشاكل تالت محور الرسل اللي حصل لهم اللقبطة في حياتهم إزاي أول محور مش هالله قلت إله الكون هو اللي قال في كتابه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير كمان وقال فأية تانية ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بيأنفسهم يعني أنت قادر هيئ حصلك مشكلة اتعورت اتقلمت كذا يبقى أنت غيرت ما في نفسك انتبه كده بقى لأن ربنا يريدنا أن نعيش في يسر ونكون مستمتعين قال لنا الآيات دي عشان دايما تكتشف فتعرف فتحمي نفسك من كل الأخباط اللي جاية يعني أنا بعتبر الآيات دي قانون جذب مركز لما تعرف أن انت اللي عامل أخطاء بتحمي نفسك من أخطاء رهيبة رهيبة يمكن شرحها بتفصيل في كورس قوة كلمة التفكير فخلينا أقول لك الحتة دي ضفرك تعمل كده فتقلمت دي اسمها مصيبة حاجة شوكتك دي اسمها مصيبة ماشي تخبط دي اسمها مصيبة ويمكن لما أنا اكتشفت الموضوع ده أنا عادت أفكر كتير إزاي يا رب إزاي يا رب إزاي يا رب فاكتشفت آية في القرآن بتقول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فقلت إيه ده طيب أنا بقى هبدأ أدور على استغفار الحقيقي لما وأجرب لغاية ما الألم يروح والعذاب يروح ممكن أن يتقلم يعني أذاب حاجة بتوجع هلو كده ويمكن حتى أدور 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 لغاية ما اكتشفت طريقة استغفار هل قال لكم إن شاء الرحمن في حلقة مفصلة عن الاستغفار بإذن الله من بعدها والله الذي لا إله إلا هو حتى الألم ما عدتش بحسه لكل فين وفين كل خمس ست سبعة شوه مرة أول ما يحصل قبا أنت عامل إيه تعالى وبسرعة أدور على استغفار ويمكن بعدها اكتشفت موضوع السيئات والاستغفار والفرق بينهم وبرضو هخص حلقة بالتفصيل عن السيئات والاستغفار بإذن الله فيمكن انتبهوا عشان بعض الناس يقول لك يا دكتور عرفنا الاستغفار الحقيقي مفيش مخلوق على وجه الأرض يقدر يزعم إنه معاه الفهم الحقيقي لا الاستغفار ولا لأي حاجة إحنا بنحاول نكتهد لوصول لأقرب فهم لمراد الله لكن إن حد يزعم إنه معاه الفهم الحقيقي يعرف إن الإجو العلمي مسيطر عليه فانتبه ويمكن هعمل حلقة إن شاء الله عن الإجو العلمي في الحتة دي لأن في ناس من اللغبطين فيها وبيفكر إنه خلاص وصل لمبلغ العلم الشق التاني من السؤال طب ذنب الأطفال إيه أنا مش أجاوبك أنا أصد ويمكن فيه معلومات كتير بتأثر عن الناس عارف الآية اللي قلناها قبل كده لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لهم تبدأ لكم لو أنت ركست وبدأت تطبق المعلومات اللي في إيديك ربنا هيبين لك وهتعرف أنا كنت في يوم الأيام زي كده ويمكن بعد حوالي سنتين أو ثلاثة اكتشفت معلومة دقيقة حلت كل المعضوية اللي عندي فعملت حركة قلت في كورس من الكورس قلت يالله قمت شريحها للناس كمية الناس اللي تصدمت واللي قاعدت تعيط واللي نهارت كتصدمة رهيبة لم يستحملوها فنقلت المعلومة دي للمستويات متقدمة يمكن بقولها بعكها في مستوى الخامس أو السادس ما عدتش بقولها بعكها في مستوى قليل أبدا فهقول لك معلومة بسيطة شوية الشيطان بيدخل في التفاصيل دايما في حكمة كده لأحد الحكماء بيقول الشيطان يكمن في التفاصيل يعني ايه يقوم جايلك طب طبق لأ الشيطان الأطفال طب الأطفال بيعملوا ايه زمهم ايه طب ما تطبق ويسيب المعلومة دي يقوم وقف لك على حتة انت ما تعرفهاش ويقفك بقى توقف تطبيق توقف تزكية توقف انك تشوف نفسك ورسالتك عشان مش عارف المعلومة طب ما لو انت طبقت فالنور هيدخل فهتشوف لا تفضل قاعد تسأل 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 واي سؤال مش هيخنع اي جواب مش هيخنعك ولو ممكن يبقى الجواب بيتعبك ويقلمك وبالتالي انا متعمد ما جاوبش يمكن جاوبت بطريقة مبساطة في قوة كلمة التفكير وجاوبتها في حلقة من الحلقات القاهر اليوم كان معايزة تبعوفه شفكي وبالتالي طبق اللي في ايديك الان لغاية ما تتعرف وتعرفها بإذن الله المعلومة التانية للانبياء بصوا في حاجة في علم نفس اسمها الشخصية الهي البرفكشنست او اللي هو ياكله يابلاش او تلاقيه ابيض واسود عايز الكمالية بشدة وبيبص للدنيا كلها بابيض واسود فتلاقيه لما بيسمع كلمة الانبياء بيفكر ان النبي من اول ما نزلت على الرسالة كان فاهم كل حاجة لا الرسول بشر زينا بالزبط ربنا كان بيوحيله وبشر يعني بيخطئ ويصيب ربنا بيحيله فبيطبق الوحي اللي جاله وعين بيحصل خطأ يوم يحصل مشكلة يوم ربنا منزله وحي يوم يتعلم منها فالخطأ يروح وماشي في حياته يوم يحصل مشكلة فيوم ربنا منزلها يعني مثلا غزوة حنين لما تهزموا ربنا نزلهم آيات ان انتوا تغريتوا وشفتوا نفسكوا كتير فتعلموا فما عادش هيحصل فيه غرور فيبدأوا ينتصر تاني وهكذا وهكذا وكذا كل ما يحصل خطأ ربنا ينزل آية وينزل معلومة عشان تعلمهم لغاية ما بييجي الرسول فآخر حياته كل رؤية بيكون واضحة فانت توصل قانيا الرسول بقى اللي كان لسه ربنا بيعلمه ولا اللي تعلم معظم اللي بيجي لك من موروث بيتكلم أثناء فترة تعلم الرسول فيه رسول يتعلمه عشر سنين فيه رسول عشرين سنة فيه رسول خمسين سنة فيه رسول تسعمائة سنة وبالتالي انت بتاخد قانيا مرحلة بقى فانتبه وصدق كلام صدق كلام ربك اللي قال للرسول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا حتى لو مش عارف هو عمل ايه صدق الآية وطبق وركز في نفسك وما تخليش اشتراني اللي أخبط لك الدنيا وان شاء الرحمن أو عيدكم أنا هعمل سلسلة حلقات مفصلة عن كل رسول اللي حصل في حياته لأن كل مشاكل العالم الآن الحالي حصلة مع كل رسول من الرسول بالتفصيل ايه السبب اللي وقعه في المشكلة وهو عمل ايه عشان يطلع منها وهتكلم فيها بتفصيل إن شاء الرحمن في حلقات مفصلة بإذن الله هتكون قوية جدا وفيها حاجات رائعة هتفيدكم إن شاء الله ده كان جوابي أنا قاصد في موضوع الأولاد ما أقولش دلوقتي عشان تشغل عقلك وتطبق في نفسك عشان تتعود مش الفضول اللي يحركك لا لو لقيت حاجة مش عارفها انسى الفضول دلوقتي وركز في اللي انت فيه هتستحق المعلومة إن شاء الله السؤال اللي بعد كده يا دكتور تحدثت عن الآيات المحكمات كيف أعرف الآيات المحكمات أثناء التدبر سؤال جميل كيف أعرف الآيات المحكمات أثناء التدبر أبقى كذاب لو قلتلك إن أنا أعرف الآيات المحكمات أو إن فيه بشري على وجه الأرض هيزعم إنه عارف الآيات المحكمات بدقة وما لإيه؟ إحنا بنكتهد عشان نكتشف ونعرف ولغاية يوم الدين ممكن نكتشف حاجات كتير كنا فهمينها غلط ولكن هتديكوا طريقة تقدر تعرف أقرب فهم للآيات المحكمات أي موضوع أي موضوع أنت بتدرسه يمكن أكبر خطأ قوية فيه الموروث إنه كان بيفسر صور القرآن بالصورة وده عملت مشكلة كبيرة القرآن عشان تتدبره صح تدبره بالموضوع مش بالصورة لأن ربنا كل موضوع بتلاقيه أي معلومة هنا في صورة ومعلومة في صورة تانية بتوضح لك الرؤية ومعلومة في صورة تالتة بتوضح لك الرؤية وفي صورة رابعة لغاية ما تكتمل الرؤية لأن ربنا يريدنا أن أتدبر وأن أتفكر والطريقة دي بتنظف المخ جدا حلو كده؟ عشان كده دايما هتلاقوني في الحلقات أنا اتعلنتها من آيات ربنا في القرآن فتلاقيني في الحلقة بتاعتي وامرامي معلومة واسمك تفكر وفي حلقة تانية قايلها وقايل المعلومة من واحد من وجهة نظر تانية تقول انت آه تصدق واسمك تفكر وامراميها في حلقة تالتة عشان عقلك يتعلم التدبر ويبدأ ينضف دي أحسن وسيلة من القرآن لجعل وعي الناس يعلى إنك ما تقول لهمش كل حاجة مرة واحدة هيطلع أنا آسف بطاطس مستنيك يتعلم منك ما تعلمش حاجة لكن تقول له حتة والحتة مش كاملة ونقصة وتسيبه وتقوم بعد شوية يقول له حتة تانية مكملة شوية وتقوم سيبه وحتة تالتة يتعلم اكتمال الوعي ومخه ينضف لأنه عملي يفكر 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 ولما يفكر يطلع السنتاجات فيطلع السنتاج بتاعك إيه تتصدق؟ يقوم مخه يبدأ ينضف ويتعلم التفكر فلما تتدبر تدبر في القرآن بالموضوع هتمسك الموضوع بقى هتطلع فيه كل الآيات اللي بتتكلم في الموضوع هتلاقي آية وحدة واضحة زي الشمس كده فيها الخلاصة وآيات تانية بتكمل كل زوية هتديكم مثال عملي بسم الله الرحمن الرحيم آية مثلا زي اللي بتقول ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آية هتقوم انتماسك موضوع الابتلاء والابتلاء هتلاقي فيه خير وشر هتمسك موضوع الابتلاء بطلع كل الآيات هتلاقي فيه آية بتقول ولوناهم بالحسنات والسيئات وآية تانية ويبلوكم بالخير والشر فتنة عرفت أنواع اللي ابتلاء حسنات وسيئات وخير وشر تقوم ماسك بقى الآيات اللي فيها السيئات والمصائب والآيات اللي فيها الحسنات هتلاقي فيه آية بتكلفة المصائب بتقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقالوا لتكلم على السيئات ما أصابكم ما أصابك من حسنا فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك إيه ده واضحين زي الشمسهم يبقى دي آية محكمة ودي آية محكمة حكمت لك الصورة ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم حكمتها مفهاش تاني ما ينفعش تتفهم بعكس كده مفهاش استثناء واضحة وقعدة وقاية تانية ما أصابك من حسنا فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك محكمة أهي حكم الدنيا تبدأ بقى تفهم كل الآيات اللي بعد كده على الآيات دي اللي ما بيعملش كده بيقوم واخد آية من القرآن ويضل بيها أهو وده نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ويقوم مصدرها للناس وكأنه هو اللي هيحصل لا بالعكس ده لو أنت غلط والدليل هتلاقي آية تانية بتقول وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يعني بص الأول آية بتاعة البلاء وده نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين خمس حاجاته اللي بيستغفر بقى بص الخمسة وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدودكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا دول شالوا دول يبقى دول كنت تتعامل أخطاء ولما استغفرت تتشالوا يبقى زي البلاء هيظل موجود كده هتلاقي كله بقى موزون وهتلاقي كله بقى متزبط اعمل كده بقى على القتل اعمل كده على السب والشتم يعني مثلا ممكن بعض الناس يعني تلاقي ربنا قال في القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا وربنا قال لا يسخر قوم من قوم دي اسمها آية محكمة ما يجيش حد يقوم فاهم آية قرآنية ويقوم طلعها ويقولك لأ ده أنا هعمل وهعمل بإسم الدين ده مش فاهم اللي بيعمل كده بيكون بيضلك وتشوخ ببالك وبيوهمك إنه بيعمل كده بإسم الدين لأنه مش فاهم الفرق ما بين الآيات المحكمة والآيات المتشابهة يعني مثلا بعض الناس يقولك ايه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم اهو ربنا بيقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم يبقى لو ضرمت أطلع بقى أجهر بالسوء واغتاب وعمل غيبة ونميمة وهمز ولمز وسخرية انت مش فاهم في آيات محكمة والآية دي تحتها وبالتالي ما ينفعش تتعدى آية بآية تانية فلازم تكون فاهم فتمسك الموضوع الأول وتطلع كل الآيات اللي بتتكلم عنه هتلاقي الآية محكمة والآيات المتشابهة شد حيلك واكتهد لأن للأسف بلا مبلغة وأنا بقولها دلوقتي بقوة لأني قريد كتب كتير قوي 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 في الموروث ما فيش حد طلع الآيات المحكمة والآيات متشابهة في المواضيع وحكمها كده حلو كده ولو حد طلع لي كتاب في الموروث طلع الآيات المحكمة والآيات متشابهة ووزنهم ووضحهم للناس لي مني هدية كبيرة جدا 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 وهجيله في بلده وهجيله هدية مالية وهصور معاه يلا شدوا حلكو دوروا عشان تتعلم انت كمان ما تاخدش معلوات ما ايه حد كده ممكن يكون مش واخب بالي ممكن يكون كتب لقيتها في الموروث قوي إيه لا جدا وفيه كتب فيها كلام كبير شد هلك ودور وبالتالي عشان أنا يعني باتكلم يعني في الموروث كتير فخلينا عمل توازن حتى بقى لقى عشان بعض الناس من كتر ما بطلع أشياء ممكن تبقى خطب في الموروث ظن إن الموروث كله سلبي بالعكس فيه إيجابي حلو كده أنا ما عنديش معلومة في الحتة دي فلو طلعتها لي وبعتها لي ليك هدية مالية وهجيلك دولتك وأصور معك إن شاء الله بإذن الله السؤال اللي بعد كده دكتور لما سمعت الحلقتين بتدبر أعترف أني أصبحت أشغل مخي ومخمخ لكن لما بشغله بتحصل لي لخبطة وأصبح أريد تعلم كل شيء في وقت واحد وتصحيح المفاهيم الموروثة عندي فأصبح عصبية وأبكي وأتوقف عن التفكر لأن كمية البغبغة كبيرة فهل من حل أو منهك تدريجي سريع للوصول لأعلى مستويات الوعي كإني في ابتدائي وأريد أخذ الدكتوراه ربنا يا رب يوفقك ويحميك يا رب ويجعل كل أيامك سعادة وروآن أول حاجة ده طبيعي حصل لنا كتير وأنا في الأول حصل لي كده كنت قاعد وعايز أجري وياه وفجأة تشتت وتلخبط فأمتقاعد لا أوقف وقابلتني آية في القرآن يوميها أثناء تدبر ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ما تهدى أمتقاعد الأول مطلع العقوبات زي ما قلت لكم في حلقة للصيام إيه الأشياء اللي أنا بعملها فيها عقوبات وبدأت أوقفها تدريجي والأشياء اللي فيها أوامر وأقوم أطبقها وتدبر وتعرف وتكي تكي 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 كل مرة هتكتشف حاجة وركزت مع نفسي انسى الناس لوقتي ركز مع نفسك وطبق بهدوء وطبق بهدوء وزي ما قلت لكم اللي يسألك قل له بس بعد ما تكون طبقت مرة مع مرة مع مرة سرعة استيعابك ووعيك هتعل جدا 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 لدرجة هتذهلك بعدين وأقول لكم علومة إياك ثم إياك إن حد يهمك إن هو وصل لأعلى درجات الوعي لسه بدري لسه بدري قوي أعلى إنسان واعي على وجه الأرض الآن ممكن على مقياس الوعي يبقى عشرة في المية لسه بدري ما تستعجلش واتتوهمش أو ما تستعجليش واتتوهميش مش يدوحيلكو وربنا يا ربي أجعل كل أيامكو جنات ونعيم السؤال بعد كده بخصوص الحسنة من الله والسيئة من نفسي كنت بنائش زملائي في فحوى الآية بعد زيادة أسعار البنزين اليوم وقيل لي الآية التالية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا بمعنى أن فساد المترفين كان سبب في تدمير القرية ما رأيك يا دكتور إحنا لسه متكلمين عن الآيات المحكمة والآيات المتشابهة طيب تعالوا بقى دوروا كده نطبق عملي تدمير قرية هاته آيات التدمير وهاته آيات الهلاك وبحث عنها هتلاقي فيه آيات العطلك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون إيه ده هاته القرى كده ودور وإعمل ترتيل بقى زي ما شرحنا قبل كده وهاته الآيات اللي فيها قرى هتلاقي فيه آية غريبة بتقول وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة إيه ده إزاي مع أن فيه آيات ليه ممكن يحصل هلاك إلا ما يكونوا بيعملوا حق غلط مصيبة إلا بيعملوا حق غلط أنا أيمكن أتلخبطت جدا لما شفت الآيات دي والتفسير شفوا كل كتب التفسير اللي أنا شفتها بلاش عامل اللي اتكلمت في الآية دي وتفسيرها مصيبة مصيبة بمعنى الكلمة تخرج الإنسان من الملة على طول وقابلت ملحدين أخرجوا مديم سبب الآية دي ويمكن عملتها في حلقة منس الفيديو لغاية ما اكتشفت إن كلمة قرية في القرآن معناها العقل الجمعي والعقل الجمعي معناه إن مجموعة من البشر استقلوا بوعي مخالف للوعي اللي ربنا بيقوله فده اسمه قرية فالقرية دي ربنا بيسيبهم لعله وعسى يرجعوا بيرسل لهم آيات بتلاقي آيات طلعت لهم آية في الصورة طلعت لهم بيقرأ في محطة تلفزيونية حد بينصح محضرة حضرها ما سمعش كلامه بدأ يتمادة يقوم لما يحق عليهم العذاب بقى ربنا بيخلي مطرفيهم اللي هم أصحاب الفكر ده والعقل الجمعي ده يسوءوا فيها قوي فكلهم يدكوا مش الصالحين خالص مش القرية بمفهوم المورث مصيبة القرية بقال ليها بلد لا يبقى فيه ظلم طب ازاي وربنا قال قال لا تزروا زيتهم زر أخرى مستحيل وبالتالي شفتوا لما تحط الآية المحكمة اوعى تفهم آية تانية عكس الآية المحكمة قال لا تزروا وازرة وزر أخرى ده آية محكمة ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم آية محكمة فالآية المحكمة دي هي اللي خلتني الآية مش ركبة أدور عليها لغاية ما ربنا هاداني للمعنى بتاعها هحطو لكم الآن صورة للحلقة تعدسي الفيديو اللي شرحت فيها موضوع العقل الجامعي ده شوفها بروقان ويلا للسؤال اللي بعد كده حضرتك قلت إن معنى يغير في القرآن هو الانتقال من الإيجابي للسلبي ومعنى كلمة يبدل هو من السلبي للإيجابي ولكن في آية في القرآن بتقول وَمَن يُبَدِّل نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ معنى كده إن كلمة يبدل في الآية معناها الانتقال من الإيجابي للسلبي وإذا أنا فهم غلط بصي اسمحي لي إن أنا أهديكي كورس هدية هرسلك الآن على الفيسبوك وهديكي كورس هدية عشان أنا بحب الناس اللي بتمخمخ وتفكر وتتدبر ويمكن كل محد بيطلع لي غلطة ويبعث لي على الفيسبوك بدي له كورس هدية يلا أنا بحب لي بديهم علامات كده ويلفد انتباهي للأخطاء فتحفيز بعمله للشباب أي حد بيطلع لي غلطة بيرسلني على الفيسبوك بشكره عليها لو كانت غلطة بجد أو لو هو مشو أخي بباقي لو بشرح حاله ولو كانت غلطة بجد بدي له كورس هدية يمكن فيه بنوتة كنت دايماً بقول أنت السبب اختر فبعتت على الفيسبوك قلت لي يا دكتور أنت سبب إزاي ولما تدبرت لقيت أنت السبب من الأسباب فما ينفعش أنت السبب فكانت بالنسبة لي لفتة رهيبة جداً ورائعة لأن كلمة أنت السبب العامية مش بمعنى أنت السبب في القرآن فعشان ما يحصلش تضغط وكلمة السبب كلمة قرآنية أمتم غيرها بكلمة قرآنية تانية أنت المسؤول وأمتم حول تاني يوم على طول المقولة الشهيرة بتاعتي بدل أنت السبب اختر إلى أنت المسؤول اختر ويمكن يمادت لها كذا كورس هدية مش فاكر واللهي كان لينكت بالنسبة لي خبطة قوية وأنا بحب الناس اللي بتنكش وبتفكر دي بسم ما إن شاء الله عليكم فأشكرك أنك تدبرتي ولكن مستحيل 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 أكون أنا قلت قبل كده أن كلمة يبدل معناها ينتقل من السلبي للإيجابي مال إيه؟ في ثلاث مصطلحات في القرآن في الحتة دي كلمة يغير معناها ينتقل من إيجابي إلى سلبي عكسها يتوب يتوب يمكن شريحها في كذا كورس قبل كده يتوب معناها ينتقل من السلبي للإيجابي يعني هي الناس طلعوها في شكل ديني بس كلمة يتوب لو أنا النهاردة سيئة عربية ورايح مثلا مدينة معينة وسبتها ودخلت طريق تاني رجعت للطريق اسمي توبتي بقى غيرت الطريق توبتي إلى الطريق غيرت الطريق توبتي إلى الطريق فكلمة يتوب معناها ينتقل من السلبي الإيجابي يبدل معناها لاتنين فربنا قال يبدل الله سيئتهم حسنات اهو يبدل الله الكلم من بعد مواضعه اهو فيبدل كلمة تمشي لاتنين فلازم أشوف السياق عشان أعرف هي تمشي إزاي حلو كده شوف دقة القرآن يبقى يغير معناها من سلبي الإيجابي يتوب معناها من إيجابي لسلبي يبدل معناها لاتنين أشكرك وليجي تاني كورس هدية وأبعث لك على الفيسبوك دلوقتي إن شاء الله السؤال اللي بعد كده سؤالي هو لو سألني أحد كيف حالك وأقول أنا تعبانة مثلا هذا ما يعتبر شكوى كيف أفرق بين عدم النفاق والشكوى لأنه مش المفروض أنه ما أوصف اللي أنا باعي عليه بل اللي أبغى أوصله أنا قلت قبل كده ما توصفش اللي أنت عليه لأنه تكرار وصف اللي أنت عليه بيخليه تسجل في العقل فيحصل لك منه مزيد ولكن ده مش معناه إن أنا لما حد يقول لي إيه أخبارك وقوله مثلا أنا مثلا رايح للدكتور فأقوله مثلا دي بتوجعني ما لازم أعرفه لكن أنا مش عمال أوصف بقى وبتوجعني والألم ومش قادر أمشي وأنا ينفسر بقى لي أربع ساعات وأروح البكرة قابل أبويا أقول له يا دكتور والأبويا دي بتوجعني وقابل أخويا أقول له يا أخويا دي بتوجعني وكذا لأ مش عمال أوصف بقى واشتكي وعمل وبالتالي إذا اللي بيسألني حد يعنيه إني أقوله ممكن مثلا أبقى زوج وزوجتي بتقول لي ممكن تعمل كذا أقول لا بس معلش دماغي بتوجعني شوية يعني خليها بعدين إيه المشكلة وخلاص أكمل لكن مش أنا دماغي بتوجعني كل شوية أصلها بتوجعني وتمادى بقى لأ أنا عرفت بس أنا مركز على اللي أنا عايزه ممكن حد يسألني إيه أخبارك ممكن أقول له أخباري بإذن الله ستسعد الجميع وهتشوف لو أنا مش عايز أكلم على السلبي وممكن أقول ادعيلي في شوية عرقلة كده في شوية لخبطة بس إن شاء الله الفترة جاءة تبقى أحسن خليك ذكي يعني مش تادي أكون استمضة يعني وبالتالي لو أنا بتعامل ممكن أكون حد بقى لو قلت له أن أنا عندي مشكلة هيقعد بقى طب ليه طب عندك إيه فأنا مش عايز وقع دماغ فأقول ما أقول له إيه أحسن حاجة ممكن تحصل لك أنا جالي النهاردة حاجة حلوة يوم لفت انتبعوا حاجة حلوة إيجابية تاني عادي أو ممكن أقول مش عايز أتكلم أو ممكن ما أردش فيه خمسمائة حل ممكن أختاره وبالتالي الموضوع بتاع الشكوى هو نية الشكوى إنها عمل أشتكي أو بتاع الوصف وأنا عمل أوصف بالمشاعر وغايص لو أنا قلت عادي والمشاعر هدية غير لما أقول أنا دماغي يعني بصوا كده هديكم مثالين حتة تمثيل بقى حد بيقول لي إيه أخبارك قلت له بص أنا يعني عندي دماغي بتوقعين شوية كده بس هعمل شوية تمانين وهخلص الواجع ده إن شاء الله الساعة والتي ما هيروح عادي أو حد بيقول لي إيه أخبارك اسكت عندي صداع ما سكني يا أخي يا ربي من الأخبط ليومي وشو فكت قابته يعني أنا غير ماشي نقلت لك الطاقة إيه ده ده اللي عملي يوصف بقى اللي بيشتكي آه يا دماغي فيه صداعي صداعي دماغي صداع مش عارفش صداعي عمليت عجوة بكرة صداعي دماغي هتكنني الصداعي فارتكني وكل ما رو حد آه ومبقى رابط دماغي كل ما حد يقابلني سماء ده العملي يشتكي وبالتالي هذه الثلاث حالات اختار منهم وكون ذكي وواعي السؤال اللي بعد كده يا دكتور ايه رأيك في فلان ايه رأيك في اللي بيقوله فلان او علان يا دكتور رد على هجوم فلان ده أنا خليته آخر سؤال في الحلقة دي عشان أقول لكو أنا عندي منهجية في الحتة دي وطبعا لك الخيار في أنك تاخدها ومتاخدها هاش بس أنا بحبهاوي أول حاجة في منهجيتي أن أنا دايما براعي الأخلاق أخلاقي لا تسمح لي أن أرد على حد يعني ايه يعني لو حد جي بيقول لي مثلا أنا قلت رأي في حلقة من حلقات وفي أحد المجتهدين أو أحد العلماء قال رأي أم واحد جاي بيسألني يا دكتور فلان فلاني قال كذا في الموضوع الفلاني ايه رأيك في الغالب مبردش أو بمسح السؤال بتاعه ليه لأنه لو رديت أنا كده ببقى لما يقول يقول للإسم ببقى كإني أنا باعتبرها كده أنت ممكن بتاعتبرهاش بس أنا عن نفسي كإني ببين أن أنا فاهم أحسن من الشخص الفلاني ده فبحس أنها خلقيا مش رقيا ما بحبهاش مش أسلوبي أو في نفس الوقت بحس أن أنا كإن أنا بقى الأستاذ اللي هيعلمه ولأ كذا 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 في نفس الوقت التلاتة أنها بتغزز الإيجو وخصوصا لما يكون الشخص ده معروف أو كبير أو عالم فالإيجو بيعلى ساعتها فأقوم قاطم الإيجو ما بردش لو أنت سألتني عن المعلومة بس هرد يعني مثلا أنا أكلمت عن موضوع قرية مثلا لما قلتكم من شوية قرية معناها عقل جمعي يوم واحد جايلي يا دكتور بس الدكتور فلان فلاني ويبقى أعلم كبير بيقول عن القرية كذا 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 إيه رأيك مش هرد خلاص حد ييجي سؤالني يقول لي يا دكتور أنا سمعت إن في رأي عن القرية بيقول إن هي مثلا معناها المكان اللي فيه مجموعة من البشر بلباس محدد وطباعة محددة مش بيقول إنها الرأي جمعي سأل سؤال عادي من غير بيجيب أشخاص أرد ورد ورد روفاضي لو أنا عندي وقت هتلاقي ردت بقوة وتلاقييني دايما نردت وعملت لايك كمان عشان يطلع الرد فوق فكل ناس يشوفه خلاص كده يبقى لو هتسألني عن فلان عايز تسألني سؤال اوعد جيب سيرة شخص لأن كمان بيبقى فيه ممكن الرد بتاعي يطلع محكوم ويطلع أدق فيضايقه أو يبين إن هو ما كانش أخباله هو كان بيرد بسرعة أو هو في حلقة لأن ساعة بتحصل إيه أنا في حلقة من الحلقات حد سألني سؤال فأرد رد مقتضب وفي حلقة من حلقات ملفات بتكلم في الموضوع بقوة يقوم الشخص ده شاف الرد بتاعي المقتضب فرح سأل يعني هذا مثلا أحد الشيوخ الكبراء أو أحد العلماء عامل حلقة فقال موضوع باقتضاب وهو عنده في حلقاته الموضوع بتفصيل السائل اللي جاي يسأل شاف الموضوع المقتضب وما شافش التفصيل فسألني فأنا هقوم رادد رد مفصل يقوم الناس اللي بتسمع تقول إيه ده ده العالم الفلاني مش فاهم وأحمد عمارة فاهم أحسن منه مع إنه ممكن يكون نفس العالم ده رادد رد كبير في حلقة تانية أنا معرفهاش ورد أحسن مني عشان كده أنا بتحاشى دايما في منهجيتي إنه جيب سيرة أي حد خلقيا ورقيا وعشان ما تبقاش غيبة وعشان ما تبقاش تعالي الشيطان بيلعب في الحتة دي فأنا بتحاشى لأن الشيطان أستاذ في الحتة دي قوي بابعد عنها فإذا عايز تسألني اسأل السؤال ديركت وهارد عليه ديركت ده رقم واحد اللي بيهاجم بقى رد على فلان اعمل على فلان دول آخر ناس أبص لهم أصلا لأن أي حد بيهاجم وبيسخر ده منحنة بعتبره بصراحة من وجهة نظري منحنة مرحلة وعي متدني وفي تصنيفي بيعتبر من اللي عنده جهال أو جهل وربنا أمرنا وإذا خاطبهم الجهلون قالوا سلام ابد عنه بسلام كده وسيبه إذا واعي هيفهم مش واعي ولا هيأثر فيك يعني يمكن هقول لكم علومة مهمة قوي يلا عشان موضوع الآيات المحكمة والآيات المتشابهة في آية في القرآن بتقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم دي قلتها كتير في كورس اخترق المجال الطاقل ومسترقا ثلاثة هينزل بإذن على الأكاديمية قريب لأنه من أقوى ده بقى الليف المرتفع قوي هيقفز بالدنيا يعني قوة كلمة تفكية تطبيقات الجذب كان خلاصة اللي تعلمته في المدرسة الغربية من أول اختراق المجال الطاقي كان بداية تدبري 2012 بدأت طلع آيات من القرآن نسفت وتعدت موضوع الجذب في كورس اختراق المجال الطاقي تعدنا الجذب بمراحل بحاجات مذهلة من القرآن الكريم بس طبع عشان تكون فاهم عشان تفوت التدريجي هتاخد الكورسين الأولانيين عشان تكون مجهز للمرحلة الأعلى اللي هي الاختراق المنصر الثالث مهم في آية بتقول بقى إيه الآية الأولانية بتقول يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هتديتم آية تانية بتقول لن يضركم إلا أذى إيه ده يا رب هو هيدرني ولا مش هيدرني فقعدت أبحث عن كلمة أذى ففقية أن كلمة أذى مستحيل تكون ماديا أبدا دايما معنوية بل حرام تكون مادية تخيل حرام وخطأ رهيب تكون مادية يعني إيه الكلام ده هتلاقي كلمة أذى ربنا بيقول والذين يؤذون الرسول يقولون وهتلاقي ربنا بيقول والذين يؤذون الله ورسوله بإيه هو ينفع ربنا يتئذي بالمعنى البشر يسائد في الموروث مستحيل آه يبقى اللي بيشتم ربنا ما فيه كفار بيشتموا ربنا دا اسمه أذى اللي بيطلع يسخر من الإله دا اسمه أذى اللي كانوا بيسخروا من الرسل وبيترياءوا عليهم دا اسمه أذى فربنا بيطمنا بيقولك إيه يا أيوة الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هتديتهم اللي ضل دا بقى أخره يقعد يتكلف عليك كلام سلبي أخره يقفلك على الوحدة يعني إحنا من اعتبارها مصه منهجية بسيطة بنقولها لناس البسيطة كده في منهجية النحلة منهجية الدبانة الضبابة منهجية النحلة اللي هو ربنا قالها في القرآن قوله الألباب بشر عباد الذين يستمعون القول فيتابعون أحسنه هو بيسمع المحاضرة أو بيسمع الحلقة ياخد الأحسن ويسيب البقية منهجية الدبانة بيقف على المصايب وعلى المشاكل بيقوم عامل إيه؟ بيقوم يبص على الحلقة ويقوم واخد الخطأ أبواخد المشكلة ويقوم طالع يبص على كذا ده خلاص سيك منه ده تعرف أنه هو لزه في أدنى مراحل الوعي العلمي فسيبك منه بل احذر لأنه دايما معلومات بتوعدي في دهي أنا عن نفسي ولا ببص لهم اللي بيعملوا كده ولا بديلهم انتباه من عندي تماما انت بقى لو لقيت حاجة من الحاجات الشخص اللي بيهاجم ده عملت لك لخبطة فعالك من حقك تعال اقول لي كذا دي عملت لخبطة دي عملت كذا في أنا عندي سؤال كذا كذا لا تجيب اسم الشخص هجاوب عليك لما يكون فاضي طبعا وان شاء الله رحمن يمكن في حلقة من الحلقات هخصص حلقة اللي عنده أي حاجات مش واضحة زي ما هنعمل كده كل حلقة يعني كل موضوع بك بفتحه الموضوع اللي فيه عندك سؤال فيه هتلاقيني بجاوب ومتال تفصيل وخطوة بخطوة ان شاء الله هتلاقي الدينة بقت واضحة حاجة برضو في المنهجات اللي بحبها دايما ويمكن أنا نيتي مع ربنا أخليك وتتدربوا عليها ان أنا عايزك انت الوحدك يبقى عندك الملكة اللي تخليك تكتشف الصح من الخطأ يعني مش لما حد يطلع بيعمل هجوم تبقى انت مستني بقى الرد ثم سنة كده وتتشادي وتتلقبط تبقى انت مثلا بتسمعني تقول الله ده العلامة العليم يوم حد يطلع يهاجم ثم تشادي ايه ده أنا عايزك تبقى عندك الملكة اللي تخليك تعرف الصح من الخطأ فتاخد الحسن وتترك السيء فلو تبعت ان شاء الله رحمنا حلقات ملفات هيبقى عندك الملكة دي والوحدة وانت قاعد كده حتى من غير أي رد هتقدر تكتشف الصح من الخطأ ده كان ختام الحلقة يا رب تكون خفيفة عليكم استعدوا الحلقات القادمة من ملفات هزود عيار الصدمات شوية وبالتالي سخن استعد ويمكن كما اقول دائما استفتي قلبك وين افتاك الناس وافتاك لما تسمع مني معلومة ابحث على الانترنت شوف كل من تكلم في هذا الموضوع اسمع منهم واسمع مني واستفتي قلبك وان شاء الرحمن يا رب يجعل كل أيامنا جميعا سعادة وروآن على الدواء اشوفكم على خير احمد عمر اشتركوا في القناة